السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم طالبات وطلاب الصف الثاني ثانوي سهل الله طريقكم وحقق لكم أمنياتكم بإذن الله زي ما قلنا راح ندخل مادة مين؟ الدرس الثاني في مادة الهندسة للصف الثاني الثانوي راح نأخذ حسب خريطة مفاهم تعرفنا عليها في الدرس الأول سوف ندخل على ماذا؟ أي مجالات الهندسة الجزء الأول عندنا سؤال يقولك تتميز الهندسة بأنها تتوافق مع متطلبات العصر وتناسب ميول واتجاهات الكثير من الطلاب لماذا؟ لماذا هذه الميزة التي وجدت في الهندسة؟ نلاحظ عندنا لها مجال كيميائي، هندسة مدنية، مجالات ميكانيكية ومجالات الكهرباء والحاسب وكل مجال في عدد من الأقسام التي تدخل من ضمن هذا المجال وبالتالي هنا نجد أنه ماذا هنا يوجد؟ بارك الله فيكم تنوع كبير لمجالات الهندسة المختلفة وحيث ساهمت في ماذا طبعا هذا التنوع في التطوير والاختراعات ودخلت جوانب محظم جوانب الحياة البشرية نبدأ بمراجعة لما سبق ندخل على مكونات هذا الفصل المقدمة للهندسة أخذنا في الحصة الأولى أي أساسيات الهندسة وأيضا تاريخ الهندسة اليوم قلنا راح ندخل على محسنتم مجالات الهندسة وأيضا سوف نأخذ بعد ذلك الفرص الوظيفية في الهندسة وكذلك التحديات المستقبلية ثم سوف نفرق بين مهندس الحاسب ومهندس البرمجيات وآخر شيء سوف نتعرف على أهمية الهندسة المهمة الأدائية التي أخذناها في الدرس السابق يقول لك اختر الإجابة الصحيحة بداية ما يسمى بالثورة الصناعية ما هو المخترع الذي أدى إلى ثورة صناعية وانتشار الصناعة بشكل أوسع وأكبر هل هو ألف صناعة الورق والطباعة باء عمود الكامات جيم المحرك البخاري البوصلة ممتاز بارك الله فيكم المحرك البخاري على يد العالم جيمس وات أيضا تعرفنا في الدرس السابق على الهندسة وتعريفها هي تطبيق مجالات العلوم والرياضيات في ماذا لكي هل أصف الظواهر الطبيعية أم أفسر الظواهر الطبيعية أم أحدد المشكلة الهندسة تعتمد على تحديد أم حل المشكلات بارك الله فيكم إذن هي تطبق مجالات العلوم والرياضيات لحل المشكلات إذن هنا ستكون فقرة دال يطلق لقب أبو الروبوتات حديثا على العالم إسماعيل جزري حيث اشتهر بأجهزته الميكانيكية مثل ما هي الأجهزة الميكانيكية التي صنعها؟ طبعا جميع الإجابات صحيحة ما عدا صنعها آلات رفع المياه؟ نعم صحيح أيضا صنعها أحسنتم ساعة الفيل المائية وعمود الحدبات أو عمود الكمات وإذن هنا الإجابة التي اللي هي مضخة أو شادوف الماء الذي صنعها مين على يد العالم في العصر القديم؟ بارك الله فيكم اللي هو أرخاميدس أيضا عندنا السؤال المراجعة للدرس السابق ما تقييمك العبارة التالية من حيث صحة المعلومة علميا؟ كان لهنري فورد دور كبير في العصر الحديث حيث اخترع السيارة بالنسبة للعبارة اللي هو ما تقييمك العبارة التالية من حيث صحة المعلومة علميا كان لهنري فورد دور كبير في العصر الحديث حيث اخترع السيارة مثل ما قلنا تعتبر العبارة أيوة بارك الله فيكم خاطئة لماذا؟ لأنه لم يخترع أحسنتم السيارة بل أدخل بارك الله فيكم المبدأ خط التجميع المتحرك في عصر النهضة والتنوير عامل مهندسي الصين والشرق الأقصى على الاختراعات الأربع الكبرى ما هي؟ أي فقرة عندنا؟ بارك الله فيكم اللي هي البوصلة والبارود وصناعة الورق والطباعة إذن رح تكون فقرة أحسنتم فقرة جيم أهداف درسنا لهذا اليوم سوف نحدد المجالات للهندسة سوف نتعرف على وصف مجالات الهندسة اللي هو الأول والثاني اللي هو الهندسة الكيميائية والمدنية وإذن الله سوف نكمل في الدرس القادم باقي المجالات عندنا الهندسة الكيميائية هي المجال الأول من مجالات الهندسة ويوجد أي عدد من الأقصام التي تدخل ضمن مجال الهندسة الكيميائية ما هي؟ أحسنتم هندسة الكيميائية الحيوية الهندسة البيئية الهندسة النوية بارك الله فيكم وهندسة العمليات نبدأ بالهندسة الكيميائية مهندسي الكيميا الحاوية يعملون في ماذا؟ من خلال هنا الصورة الممتاز إذن يعملون على اختراع الأدوية الجديدة وأيضا تطويرها واللقاحات لصالح شركات الأدوية إذن هم يصنعون الأدوية يطورون على عقاقير وعلاجات جديدة لصالح شركات الأدوية أيضا مهندسي الكيميا الحاوية يعملون في صناعة نعرف أنه عندنا الطاقة مهمة إذن هم يعتمدون ويهتمون بمجال الطاقة إذن هم يعملون في مجال ماذا؟ الطاقة حيث يبتكرون طرق جديدة لتكرير اللي هو الوقود الحفوري ما هو الوقود؟ النفط أحسنتم والغاز هذه جميحة والحجر أو الفحم الحجري يعتبر من الوقود الحفوري وطبعا هذا الطرق يجب أن ماذا؟ تضمن؟ أحسنتم استخراج وقود أنظف وأكثر كفاءة هذا الوقود الأنظف والأكثر كفاءة يوفر لي الطاقة وبالتالي يعمل على ماذا؟ تقليل الانبعاثات الصادرة من المصانع وبالتالي تقليل من وتلوث الجو بارك الله فيكم إذن هنا مهندسوا الكيميا الحيوية يعملون في ماذا؟ في مجال الطاقة عن طريق ماذا؟ أحسنتم ابتكار طرق جديدة لتكرير الوقود الحفوري واستخراج وقود أنظف وأكثر كفاءة للتقليل من انبعاثات الملوثات في الجو أيضا مهندسوا الكيميا الحيوية قلنا يعملون في إنتاج الأدوية والطاقة وكذلك أبارك الله فيكم الأغذية والمشروبات بالتالي هنا يعملون في أيضا طريقة ماذا؟ ابتكار طرق ليست فقط لصناعته وأيضا لحمايته والمحافظة عليها إذن عندنا صناعة الأغذية والمشروبات حيث يبتكرون طرق جديدة لإنتاج الأطعمة والمشروبات وحفظها هذه الأطعمة والمشروبات ساهمت في القضاء على الكثير من المجاعات في الدول حول العالم عندنا تطبيق الجزئية السابقة بقيام فسر علل قيام المهندسون بتصميم طرق جديدة لتكرير الوقود الحفوري واستخراج وقود أنظف وأكثر كفاءة لماذا؟ الطاقة النظيفة تساعد على؟ أحسنتم إذن الحصول على تقليل الملوثات الجو والتقليل من الانبعاثات إذن تساهم من تقليل الانبعاثات وملوثات الجو الجزء الثاني من الهندسة الكيميائية وهي الهندسة البيئية ما هي الهمية الهندسة البيئية؟ ولماذا ظهر له قسم الهندسة البيئية؟ ماذا نلاحظ على الجو خلال الفترة الأخيرة؟ حدث في ماذا؟ كثرة العصير، الفيضانات بارك الله فيكم إذن أدى إلى ماذا؟ تقلبات ممتاز إذن فعلا بسبب التقلبات المناخية التي بدأت تأثيرها يظهر على سكان الأرض ظهرت هنا مشكلة يجب إيش؟ اللي هو حلها من قبل مين؟ وظهرت اللي هو مجال قسم الهندسة البيئية أيضا مشكلة أخرى، الموارد الطاقة اللي هو الوقود، الحفور يعتبر مورد طاقة، النفط أي ممتاز، غير مستدام، محدود، ممكن أن ينفذ في أي وقت ما إذن ظهور مشكلة نفاذ الموارد الطبيعية في جميع انحاء الكرة الأرضية أدى إلى ظهور زي ما قلنا له قسم مجال مين؟ أحسنتم الهندسة البيئية ما هو عمل مهندس البيئة؟ إذن هو دائما المهندس يبتكر ويوجد الحلول أحسنتم إذن سوف يوجد حلول وهذه الحلول يجب أن تكون مثالية للمين التي تحدثت للبيئة التي هي مشاكل بيئية المختلفة أيضا ساهم هذه الحلول في تخفيض ماذا؟ تأثير هذه المشاكل السلبي على البيئة طبعا هنا بدأت الحكومات والشركات بإنتاج مشاريع جديدة خلاص تضمن ماذا؟ التنمية المستدامة يعني مو معناها أني أوقف التنمية لا معناها أني أحصل على ماذا؟ طريقة أخرى للطاقة النظيفة إذن تنمية تكون مستدامة وهذه التنمية أيوة تحافظ على ماذا؟ على ممتاز بارك الله فيكم على البيئة هنا أيضا دور المملكة العربية السعودية في إطلاق الكثير من البرامج الوطنية مثل البرنامج كفاءة الطاقة برنامج السعودية الخضراء حيث هذه البرامج تساعد على ماذا؟ الحفاظ على البيئة مع أيوة معيش المحافظة على ماذا؟ التنمية المستدامة نقول فسر تطبيق على هذه النقطة أهمية مجال هندسة البيئة لماذا ظهر هذا المجال؟ بسبب ماذا؟ ماذا حدث للبيئة خلال العقود الأخيرة؟ بارك الله فيكم التغيرات المناخية التي بدأت تأثيرها يظهر على سكان الأرض أيضا لأيضا لتدارك؟ أحسنتم نفاذ الموارد الطبيعية في جميع أنحاء الكرة الأرضية عندنا الجزء اللي بعده اللي هو مهندسون من؟ الهندسة القسم اللي بعده الهندسة ماذا؟ ممتاز بارك الله فيكم الهندسة النووية ماذا يعملون مهندسون الهندسة النووية؟ طبعا نعرف أن الطاقة الكهربائية مهمة وتعتبر من مصادر الطاقة التي وتلعب دور كبير في الصناعات والحياة البشرية هذا انتاج الطاقة الكهربائية بكميات كبيرة حاولوا استخدام ماذا؟ بدل الوقود الحفوري بسبب تكلفته لجأوا إلى نوع آخر من أنواع الطاقة مثل ما هو واضح للطاقة ماذا؟ ممتاز الطاقة النووية إذا اكتشاء وجود استخدام الطاقة النووية لإنتاج ماذا؟ بارك الله فيكم لإنتاج أي طاقة؟ لإنتاج الطاقة الكهربائية هذه استخدام الطاقة النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية يجب ماذا عندي أن تكون هذه الطاقة النووية؟ أي نظيفة ممتازة وأيضا يجب أن تكون آمنة يعني أضمن ماذا عدم استخدامها فيه؟ بارك الله فيكم في الحروب وفي الأسلحة إذن مهندسوا الهندسة النوية يعملون على ماذا تطوير بارك الله فيكم وسائل آمنة وليست وسائل فقط لتوليد كهرباء بل آمنة وفعالة من خلال استخدامهم بدل الوقود الحفوري استخدموا ماذا بارك الله فيكم استخدامهم للطاقة النوية طيب لماذا يعني هنا عندي الوقود الحفوري بسبب ماذا طبعا ألغيتنا استخدام الوقود الحفوري بسبب بارك الله فيكم ارتفاع تكلفة هذا الوقود الحفوري دور المهندسين في هذا الحائل اللي هو أي مناجيل من محطات الطاقة النوية الآمنة نظيفة إذن تنتج ماذا بارك الله فيكم نفايات أقل أيضا تضمن ماذا عدم تحول هذه الطاقة النوية إلى بارك الله فيكم إلى الأسلحة تطبيق لهذه النقطة عندنا يعمل المهندسون النوويون بتطوير وسائل آمنة وفعالة لتوليد الكهرباء من خلال الطاقة النوية لماذا لجأ المهندسون النوويون إلى الطاقة النوية واستخدامها لتوليد له الكهرباء طبعا محطات توديد الكهرباء عندنا في الكهرباء السعودية يوجد مفاعلات نووية تحول أي والطاقة الحركية عندنا إلى طاقة كهربائية باستخدام المولدات لماذا لجأوا إلى الطاقة النوية؟ لماذا؟ لأن الوقود الحفوري بارك الله فيكم إذن ارتفع تكلفة اللي هو استخراج الوقود الحفوري وبالتالي إذن أوجدوا مصدر آخر أحسنتم عندنا الجوء اللي هو القسم الرابع القسم الرابع من الهندسة الكيميائية اسمه هندسة العمليات ما المقصود بالعمليات؟ طبعا المهندس يطور ويخترع مثلا مثل تكرير النفط يمر بعدد من العمليات ممتاز إذن هنا مهندس العمليات يقوم بماذا؟ مش بيسوي بهذه العمليات؟ أي ويصمم هذه العمليات أحسنتم أيضا أي ويطور من هذه العمليات لكي تكون أكثر كفاءة وأكثر وفعالية إذن يقوم بتصميم وتحسين العمليات مثل في تكرير النفط تحويل ماذا؟ المواد الأولية للطاقة أو إلى مواد مختلفة هذه هي التي تعتبر ماذا؟ أو تتلخص فيه هندسة أحسنتم العمليات هذه الهندسة العمليات تعتبر من نوع أو قسم من أقسام من المجال الأول اللي هو الهندسة أحسنتم اللي هو الهندسة الكيميائية قيم العبارة التالية من حيث صحة المعلومة علميا يعمل مهندسوء البيئة على تصميم وتحسين عمليات تحويل المواد الأولية للطاقة إلى مواد مختلفة وأنواع أخرى من الطاقة عندنا يوجد فعلا يوجد تصميم وتحسين العمليات التحويل يعني من هو المختص في هذه العملية؟ هل هم مهندسوء البيئة؟ بارك الله فيكم إذن عبارة خاطئة لمهندسوء العمليات هم الذين يعملون على تصميم وتحسين عمليات تحويل المواد الأولية للطاقة إلى مواد مختلفة وأنواع أخرى من الطاقة لا أدخل على القسم الثاني أو مجال الثاني من مجالات الهندسة أخذنا المجال الأول الكيميائي المجال الثاني أيها الهندسة المدنية إذن مجال الهندسة المدنية هذا المجال اللي نلاحظ من خلال الشريحة ينقسم إلى خمسة أقسام الأول هندسة التشجيد والإنشاءات ثم البلديات هندسة الجيود التقنية هندسة النقل الهندسة المعمارية سوف نأخذ صفات كل جزء أو كل قسم من هذه الأقسام ما هو دوره في التنمية نبدأ بالقسم الأول في الهندسة في مجال الهندسة المدنية ماذا يسمى؟ هندسة التشجيد والإنشاءات هندسة التشجيد والإنشاءات إذن هو يقوم بماذا هنا عندنا؟ إدارة أيها الأعمال المنشأة يعني عندك إنشاء سوف يشرف كيف يتم هذا الإنشاء ويخطط لهذا الإدارة وأيضا بما أنه يدير إذن سوف يكون فيه ماذا تواصل بين أي حاجة تواصل بين الرؤساء والمرؤوسين إذن أيضا هو يقوم بماذا إدارة هذا التواصل إذن يعتمد هندسة التشجيد والإنشاء أي ويعملون على ماذا؟ أي وإدارة عملية الإنشاء إذن إدارة عملية الإنشاء المباني بأنواعه طبعا المباني عارفينها متنوعة من صغيرة مثل مستودع إلى مطار دولي هذه كلها تعتبر إنشاءات إدارة هذه العملية تتم عن طريق ماذا؟ مهندسوه والتشجيد والإنشاءات أيضا هم يشرفون ويديرون ماذا؟ أيوة مهندسوه الإنشاءات الأخرى وأيضا الكهرباء مهندسوه الكهرباء نتعرف عليهم إن شاء الله في الحصة القادمة مهندسوه المواد قلنا أيضا يجب أن يمتلكون ماذا؟ مهارات متطورة في إدارة المشاريع إذن هم الذين يخططون لهذه المشاريع لذلك يجب أن يمتلكون مهارات متطورة في إدارة المشاريع والتواصل كذلك يتواصلون وينقلون معلومات بين الرؤساء وممتاز المرؤوسين هذا اللي هو مين؟ أهمية مين؟ أيوة ماذا يقوم؟ أو عمل مهندسوه التشجيد والإنشاءات إذن إدارة عملية الإنشاء إنشاء مين؟ المباني كلها بأنواعها أيضا يجب أيوة عملية التواصل ونقل علومات بين مين؟ الرؤساء والمرؤوسين ندخل على القسم الثاني في الهندسة المدنية تسمى ماذا؟ هندسة الجيوتقنية مما أنها اسمها جيو يعني إيش؟ كان داخل من علم ماذا؟ الجيولوجيا إذن علم الجيولوجيا يهتم بماذا؟ أيوة بالأسطح إذن هنا فعلا بالجيوتقنية إذن تهتم بماذا السطح؟ أيوة الذي سوف يتم فيه ماذا؟ بناء المنشآت إذن نعملون على تحليل وتجهيز أسطح التربة والصهور هذه الأسطح عندما يقوم بتحليلها إذن تساعدهم في إنشاء هياكل رئيسية بارك الله فيكم للأبنية نجي ناخد مثال على ذلك تحديد موقع أحد الأعمدة لأحد الجسور إذن علشان أنا أعرف موقع مستقر لأنني أنا جاهس أدرس سطح المكان الذي سينشأ عليه المنشأة إذن كيف هذا اللي هو؟ أي ومن الذي سوف يقوم بتحديد موقع أحد الأعمدة لأحد الجسور لكي يكون مستقر في حال حدوث زلزال أكثر استقرارا أي ممتاز اللي هو مهندسوء الجيو تقنية بارك الله فيكم ندخل على القسم الثالث في الهندسة المدنية تسمى هندسة البلديات لما نقول راجع قسم بلديات إذن هنا هي مسؤول عن ماذا؟ تخطيط ماذا؟ أي وتخطيط المدن بارك الله فيكم إذن هندسة البلديات دائما تكون أي ومن اختصاصها تخطيط المدن حيث تحلل المواقع الجغرافية واحتياجات المواطن عندنا وأيضا احتياجات الشركات احتياجات المؤسسات وتحدد مواقع الموارد والخدمات ونضع الموارد والخدمات هذه نضعها أين؟ أماكنها المساجد أو المدارس أو أي خدمة أخرى خدمة تعليمية أو خدمة صحية وهكذا من خلال مين؟ أي هندسة البلديات إذن هندسة البلديات تهتم بتخطيط المدن كيف مثلا؟ إذن هي تحلل المواقع الجغرافية تحدد أي وأماكن احتياجات المواطن والشركات من موارد وخدمات طبعا مهندسي البلديات يجب أن يميزون في تمييز بين المناطق أي وفي مناطق سكنية عندنا وفي مناطق تجارية وفي مناطق عسكرية هذا التمييز ليس عشوائي بل ماذا؟ وفقا لي؟ ضوابط وسياسات وضعتها اللي هو الدولة هذا التمييز الهدف منه أي واطلاع على إمدادات الطاقة والمياه عشان أيش؟ معرفة أي نماكن اللي هو إمدادات الطاقة والمياه مثلا إذن يكون فيه تمييز للمهندسي البلديات يميزون بين مناطق أي والسكنية والتجارية والعسكرية ندخل على القسم الرابع من مجال الهندسة البيئية هندسة النقل لما نتكلم عن هندسة نقل معناها أني إيش؟ أوفر ماذا؟ أي والتنقل بين مدن والأحياء بطريقة ممتاز سهلة وميسرة وأيضا بطريقة سريعة إذن هنا هندسة النقل يحرصون على التأكد من قدرة جميع مواطني المدينة أو المناطق السكنية من التنقل لوجهاتهم بسرعة وأمان بما أنهم يريدون أيش التنقل بسرعة وأمان إذن إيش؟ يحاولون تصميم شبكات الطرق وخطوط الحافلات وعندنا أيضا أنظمة قطارات الأنفاق اللي هو المترو تحت الأرض يكون من اللي هو مهام مهندس النقل أيضا غير ذلك فقط يصممون طرق أحسنتم إذن يحللون بيانات حركة المرور في الشوارع باستمرار والله إذا زحمة هنا أو هناك زحمة أكثر فيحاولون ماذا؟ أي تخفيف من المكان المزدحم إلى مكان أكثر أو إلى مكان عفوا أقل الزحام إذن يحللون بيانات حركة المرور في الشوارع باستمرار زي ما قلنا بهدف ماذا؟ تحسينها أيضا في مجال بيئي يحافظون عليه اللي يخفض ماذا؟ الانبعاثات الحرارية والتلوث وبالتالي تختيش خفض تكلفة الوقود إذن نعيد كيف يمكنون الأشخاص من التنقل بسهولة عن طريق ماذا؟ أحسنتم تصميم شبركات طرق متنوعة خطوط مثل الحافلات أنظمة قطارات الأنفاق اللي موجودة تحت الأرض أيضا لا يقتصر عملهم على التصميم بل بارك الله فيكم تحليل بيانات حركة المرور في الشوارع باستمرار بهدف طبعا التحسين وخفض الانبعاثات الحرارية والتلوث بالتالي خفض تكلفة ماذا؟ الوقود المستهلك عندنا القسم الرابع يجينا هنا قسم يقولك الفن في قسم الفن اللي هو يسمى ماذا؟ الهندسة المعمارية إذن لما أنا بحاول أصمم مباني بشكل جذاب وبشكل الفن هنا يجي دور مين؟ بارك الله فيكم الهندسة المعمارية إذن يطبق المهندسون المعماريون مبادئ ماذا؟ طبعا عشان الفن وعشان يظهر لي مبانئ تتسم زي ما قلنا بالجمال وأيضا بالمرونة وأيضا الاستدامة والأمان هنا يظهر ماذا؟ أهمية التفكير الإبداعي إذن يطبق المهندسون المعماريون مبادئ الهندسة والتفكير الإبداعي في تصميم مبانئ تتسم بالجمال والمرونة والاستدامة والأمان هؤلاء المهندسون يعملون طبعا ليس فقط يعني مجموعة إذن يرتبطوا بي مجموعة أخرى من المهندسين اللي هم مين؟ مهندسي مين؟ أي وإنشاء المبانئ والكهرباء ناخد تطبيقات بما أننا خلصنا الجزية الثانية على المجال اللي أخذناه مجالات مين؟ الكيميا والمجال الآخر اللي هو الهندسة المدنية عندنا يعمل مهندسون فراغ تطوير الأغذية والمشروبات والأدوية من هم الذين يقومون بتطوير الأغذية والمشروبات والأدوية؟ هل هي العمليات أم النووية أم الكيميا الحيوية أم البيئية؟ بارك الله فيكم الكيميا الحيوية إذن راح تكون فقرة جين يمتلكون اللي هم مهندسون مهارات متطورة في إدارة المشاريع والتواصل مهندسون من؟ أي مجال عندي وأي قسم؟ الجيو التقنيون أم البلديات أم التشييد أم النقل الخاص في إدارة المشاريع والتواصل؟ بارك الله فيكم مهندسون التشييد إذن فقرة جين يقومون بتحديد مواقع أحد الأعمدة لأحد الجسور لكي يكون مستقر في حالة حدوث سلزال من هو المسؤول عنهم؟ مهندسون من؟ أي قسم في أي مجال؟ القسم هل هو قسم الجيو التقنيون أم النووية أم التشييد أم البيئية؟ بارك الله فيكم الجيو التقنيون إذن له فقرة ألف يميزون بين المناطق السكنية والتجارية والعسكرية وفق الضوابط والسياسات؟ هنا عندنا مهندسون أي قسم؟ هل هم المعماريون أم البلديات أم التشييد أم البيئية؟ بارك الله فيكم البلديات إذن فقرة باء مهندسون يعملون على تصميم مباني تتسم بالجمال والمرونة والإستدامة والأمان هنا أي وداخل من ضمن إيش الهندسة؟ هل هي التشييد أم النقل أم المعماريون أم إيش الهندسة المعمارية أم البلديات؟ بارك الله فيكم الهندسة المعمارية إذن رح يكون مهندسون المهندسون المعماريون إذن فقرة بارك الله فيكم جيم المهمة الأدائية بإذن الله التي تقوم بحلها الخاصة بدرس هذا اليوم نريد أن تقارب بين هندسة النقل والهندسة المعمارية من حيث مهام المهندسون في كل قسم من هذه الأقسام هنا وصلنا إلى نهاية درسنا وهو مجالات الهندسة لقسم الأول حيث تعرفنا على أقسام مجال الهندسة الكيميائية وأقسام مجال الهندسة المدنية نراكم بإذن الله في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته